سب الدهر أول كلام على الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أن يسب الدهر على اعتقاد أن الدهر هو المقلب والمصرف فهذا هو اعتقاد أهل الجاهلية الكفر الأكبر وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الثاني محرم وسفه نقص في العقل وهو أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الآمن والمصرف والمقلب في الدهر لكن يسب الدهر لأنه محل الشيء الذي يقرأ كأن يقول لزوجتي مثلا أسود يوم في حياتي يمنفقينا هذا أسود يوم يوم أسود الثالث خبر محف يقول هذا يوم عصيب هذا اليوم شديد شديد الحر مثلا جائز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر